السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ورحبا بكم إلى هذا الخبر الجديد الذي سأستعرض به خبرا عاجلا يقول إقرار إسرائيلي بتفوق قدرات صنعاء العسكرية نقل موقع قلوبز الإسرائيلي عن ضابط في الاستخبارات تحذيراته من أسلحة صنعاء مؤكدا أن صواريخها ومسياراتها البحرية سلاح دمار شامل تزامنا مع فرض اليمن حصارا بحيا على الكيان الصهيوني ويفكا للموقع فقد أكد أحد الضباط الإسرائيليين في جهاز الاستخبارات أن اليمن يمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ والطائرات المسيرة وما لا يقل عن مئة ألف مقاتل وأضاف أن قوات صنعاء مجهزة بأيود الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمركبات الجوية غير المأهولة والتي يطلقونها على إسرائيل منذ نحو شهرين وحتى وسائل الإبحار غير مأهولة وأشار إلى أن الحوثيين قادوا حصارا حقيقيا للبحر الأحمر ويلحقون ضررا شديدا ويلحقون ضررا شديدا بناء وهذا أهم ما في الأمر فيما أكد طابط آخر في الاستخبارات الاحتلال أن أكبر ميزة للحوثيين هي أنهم يسيدلون على معظم صاحب البحر الأحمر في اليمن شمالي باب المندب مباشرة وهو المضيق الذي يربض البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب والذي يمر عبره نحو 14% من التجارة البحرية العالمية مشيرا إلى أن طائرات صنعاء تغطي خليج إيلات ونحو 300 كيلو متر إلى الشمال وهي كافية لتصبح تهديدا لإسرائيل من جهته أكد وزير اتفاع في حكومة صنعاء اللواء الرقم محمد ناصر العاطفي اليوم الاثنين أنهم على أهبة الاستعداد القتاري الكامل للتعامل مع كل الخيارات والفرضيات المحتملة تزامنا مع التصعيد الأمريكي في البحر الأحمر لحماية إسرائيل وقال اللواء العاطفي في تصريحات له إن أسلحتهم الاستراتيجية الرادعة ومديياتها يصل إلى أبعد مما يتوقعه الأعداء مشيرا إلى أنه لا خدود حمراء أمامنا وكل الاحتمالات مفتوحة وكل المسافة الزمنية مضلقة ونفسنا القتالي طويل وأضاف نحن لست دعاة حرب ونحرض على سلامة الملاحة الدولية واحترام المواثيق الدولية وهذا لا خلاف عليه فكل السفن العالم ستكون آمنة وستحضر بالحماية عد السفن التي حددتها القوات المسلحة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي مشددا عن العالم أن يحترم السيادة اليمنية ويقر بحرية واستقلال القرار السيادية اليمني في بحاره ومنافذه وأشار وزير الدفاع صنعاء إلى أنهم سيحولون جغرافيا البحار من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وباب المندب إلى لعنة الجغرافيا التي ستحل على رؤوسكم كالصواعق وتوعد اللواء العاضفي واشنطن وتل أبيب ولندن ومن معهم وعمراءهم في المنضقة بالقادم المؤلم ظالم أنهم ما زالوا يتمدون في العدوان ضد إخواننا وأهالينا في غزة المحاصرة المؤتدى عليها أشكركم على حسن المتابعة والإصقاء ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في دناء وتفعيل جرس التنبيهات وتقبلوا خالص صحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته